المحاكمات والحديث عن قانون الإجراءات ده شيء مهم قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية على سبيل المثال كويس أنا حابب أقول لسيادتك لأنك أنت من أكثر الناس قصوا على البرلبان تمام أنا حابب أقول لسيادتك شيء مهم جدا مهم جدا القاضي أما بيجي يحكم بيحكم بتشريعات لو ما فيش التشريعات دي مش هيحكمهم دي طبعا طبعا قاضي بيحكم بالقانون اللي موجود اللي هيعدل القانون هي التشريعات بالضبط تعال بقى نقول حاجة هذا البرلمان خلال سنة بس سنة فقط لغير عمل إيه عندك القانون 8 لسنة 2015 اللي كان صادر من رئاسة الجمهورية الخاص به الإرهاب اللي نظم حالات الإرهاب وعمل قواعد كاملة لمفاهيم الإرهاب والإرهابي وغيره صادر عن هذا البرلمان ثم قانون الكينات الإرهابي عايدا لأ أكتر من كده بس الناس ما بتاخدش بالها إن هذا النجلس أو هذا البرلمان أصدر القانون 65 لسنة 2016 في أغسطس قبل حادث البتروسية بينظم هذه الإيه المسألة تشريعات موجودة تشريعات موجودة كويس لكن الإشكالية فين الإشكالية إن دوائر الجنايات بتشتغل أربعة أيام في الشهر يعني بيبقى فيه 26 يوم مش شغالين فيها ده واحد تمام لو السيد وزير العدل أصدر قرار بتخصيص دوائر للإرهاب دوائر تقعد تشوف أضايا الإرهاب تم وتعمل الدوائر لا لما انت ما تيجي تقول لي أكاديمية الشرطة دي على التساحة يبقى فيها دايرة بتشغل الأكاديمية عشان تشتغل أربعة أيام وتقول لي إن دي دايرة إرهاب لا مفروض على الأهل يبقى فيه أكتر من دايرة للا ما حيجي لكم أكرا وزير العدل لا خلينا نتكلم خلينا نتكلم فيما هو مطلوح عشان ما نخرجش عن إيه عن حادثنا كويس وننقفل المسألة دي وننتقل لحاجة تانية أنا لو عندي دوائر تحكم لأنه ما فيش قاعات يبقى ابتدي أعمل دوائر في أكاديمية الشرطة وابتدي أجيب القضاء يشتغلوا بدلا ما بيشتغلوا أربعة أيام في الشهر أسبوع تمام بتوع دوائر الجينات يشتغلوا أسبوع أو أسبوع لأ لأن إحنا في فترة إيه عصيبة دي مش مسئوليتي أنا كإيه كبرلمان لني دا قرار من وزيري لإيه العدل تمام وده مش عيد في القضاء ده عندك أحسن قضاء تمام إنما الإمكانيات مش مساعدة تمام فنقدر نزبط المسألة دي في هذا الإطار تشريعات موجودة إيه ببرلمان أصدرها عدد قاعات كافي تبتدي الإيه المحاكمات نيجي القانون الإجراءات كل الجهاز بتتكلم عن قانون الإجراءات إنما ما حدش بتكلم في صميم المرتبط في قانون الإجراءات بتلك الإيه المسائل هذا البرلمان أيضا في شهر 11 الباضي وأنا بكلمك بصفتي أمين اللجنة التشفيعية هذا البرلمان طرح قانون الإجراءات إيه اللي حصل بين الحكومة إن الحكومة جات في شهر 11 وقالت إدونا أجل هنعمل مؤتمر عدالة وحنعمل وحنعمل وحنشتغل في قانون الإجراءات تمام المص بتاع الليح يعني الحكومة إيلا عمقاتكم أنا اللي هقول للي سيادتك أنا اللي هقول للي سيادتك تمام إحنا بنتكلم عن وطن وطن في حالة حرب يبقى لازمة نتكلم بصدري مفتوح ويبقى فيه قبول لأن البلد دي بينا كلنا يعني البلد دي أهم مننا كلنا تمام فلازمة نتكلم بمنطقة الصراحة تبقى الأوطان وإحنا زائلين يروح وقال إبراشي يروح يابي الخولي يروح آخرين إنما تبقى مصر ده المهم ده المهم إنت ما تشوف طفلة تترمي وتتقطع مبارح تعرف إحنا وصلنا لفين تمام الحكومة جات في شهر 11 وطلبت أجل من مجلس النواب إنها هتقدم قانون الإجراءات وعملت مؤتمر صحفي وعملت 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 وما جاش للبرلمان حاجة والقانون واحد لسنة 2016 بيقول إن مشاريع الحكومة مقدمة على مشاريع النواب بمعنى إيه لو جي مشروع من الحكومة وجي مشروع من سيادتك كنائب مشروع الحكومة واللي إيه المقدم في الدراسة بس مش معنى كده إن إحنا نعمل اللي الحكومة عاوزها لا إحنا أصحاب التشريع إحنا أصحاب التشريع طيب بس إنت بتعمل اللي الحكومة عايزها في حاجات تانية نتكلم لا لا نتكلم 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 عشانت قلت انت بقصو على البرلمان هقولك أنا بقصو ليه بس بنخرجش الأول من موضوعنا خلينا وبعد كده أنا صدري راحب طيب أنسس إليك كما ما شكر يعني إنت هنا كويس إنت بتقول له اللي عطلنا في قانون الإجراءات الجنائية اللي كان يمكن يؤدي إلى التسريع وتسريع المحاكمات هي الحكومة لا فكرة تسريع المحاكمات في قانون الإجراءات ما هو قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية ده حاجات تسرع ليه زي الشهود ليه نتكلم في ده كل كل ده لا ما هو كل ده يضمن سرعة المحاكمات نتكلم فيه مش الدواير بس لا يعني لو الدواير كانت موجودة ومتاحة للمحاكمة كنت شفت أحكام نهاية كتير طلعت يعني ما كناش هنحتاج يعني إحنا طلبنا مثلا على سبيل المثال في قانون الإجراءات ما بدأنا نجي نشتغل طلب ما لقاتي قلنا إن إحنا هنعمل النقد على مرة اللي بيحصل إنه بيقدم لمحكمة الجنات ثم يطعم بالنقد ثم يقبل النقد ثم يعد لمحكمة الجنات ثم يعد مرة أخرى لمحكمة النقد تمام كل ده بياخد وقت كويس قلنا لا وقلنا للحكومة وقتها إحنا هنعمل مشروع إن محكمة النقد دي أعلى محكمة يبقى على درجة تمام؟ حكومة ما قدمتش ما حدث اليوم هو تضارك لهذا لإيه؟ الأمر بس لابد إن إحنا بقى نقول حاجة مهمة فهذا الإطار تمام؟ إيه هي؟ لماذا فرض حالة الطوارئ الآن؟ آه طيب بس قابل قانون إجراءات الجنات اللي تعامل النهار انتهيته منه النهار ده أيوه آآ آآ هو في جزء منه داخل في قانون الإرهاب وجزء منه في قانون الإجراءات الجزء الخاص بقانون الإجراءات هو مسألة سماع الشهود والمحكمة لابد إنها تسبب في حكمها لماذا رفضت سماع الشاهد فلان أو فلان آه تمام؟ طبعا بوضع بس المشاهد على اعتبار ما عاوزين يمشي أدوات أمد أي قضية يعني عايز يطول في آمد أي قضية وممكن يقعدها عدة سنوات هو إنه يطلب عدداً كبيراً من الشهود آآ أعداد كبيرة من الشهود وبالتالي هنا المحكامة آآ لازم تسمعهم التعديل بقى أنتما عملتم ااخنه في هنا في الجزء الخاص بشهود التعديل الخاص بشهود إنه هو حداق بقيمة الشهود ثم المحكمة إذا رفضت سماع شاهد تسبب في حكمها لماذا رفضت سماعها هذا لإيه؟ بحيث نضمن في حاجة ما هتسبب عشان نرجع لرقابة النقد برضو ما أنا مش عاوزين يبقى في أي حكم من الأحكام شبهة عدم دستورية أو إخلال بالمحاكمة تمام مش عاوزين ده كويس إنما في وسائل أخرى للردع ومنها حالة لإيه؟ طوارئ طيب هنا في قانون الجادة الجادة بس خليك تكفي معايا أيوة اللي عملتوا النهاردة ده إيه بقى؟ اللي إحنا عملناه النهاردة عدينا في بعض المواد زي مسألة محكمة النقد تفصل يعني أنت عملتوا محكمة النقد تفصل مرة واحدة؟ بحاول أتكلم بنوع من أنواع التبسيط عشان ما يسقلش على الإيه؟ على المشاهد الكريم آه يعني نحاول بس نوصل للفكرة نوصل للفكرة آه 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 بسرعة كان أهم النقاط إيه اللي بتبطع القضايا فنصرعها تعالوا أهم النقاط دون انتقاص من حق المفتهم في العداد مثلا في الجنايات في الجنايات أصبح حضور اللي بيحصل إيه في الجنايات؟ الجناية ممكن تقعد تنتدي لعشرين سنة لو فيها أكتر بالمتاح اللي بيحصل إيه؟ نحنا بنقول من الممكن أن يحضر عن المتهم بجناية محامي بتوكيل خاص دي ما كانتش موجودة الناس كانت بتخاف تروح محكمة الجنايات عشان الأحكام شكلها لأنه عيطلع ينفذ من هنا لإيه فقلنا وخد بالك ده مع الاستحقاق دستوري جاي في قانون الإجراءات المفروض نعمله نحن نعمل درجات التقادي على ايه؟ درجة زيادة فبدأنا بمسألة الوكيل الخاص في الحضور في محكمة الايه؟ يعني ايه الوكيل الخاص؟ يعني المهامي يحضر بتوكيله خاص عن المتهم في جناية إذا المتهم هربان أو إذا كان المتهم مش موجود آه تمام؟ طيب ماذا لو أعلن المتهم إعلانا قلونيا صحيحا؟ مع كل الأحكام بتطلع غيابية آه تمام؟ تستطيع المحكمة إنها تنتدبله محامي يحضر عشان الحكم يبقى حضوري هنا أنا بنهي أعباء كثيرة يعني في عادة المتهمة اختفي أو ما فيش كلام دا يمتلك أو واحد خايف يتحاكم فراح في أي حتة لا ييجي الوكيله يحضر عنه ويزبط دفاعه ودفوعه في محكمة هو حضر عنه طيب وإذا ما لو وكيلش حد المحكمة واتش؟ إعلانه إعلان صحيح إن الإعلان مهم علمه ما تبقاش الدنيا ماشية كده لا كمان عندك مثلا في مسألة سماع الشهود تكلمنا فيها مع سيادتك قلنا إن بيجي في البداية المدافع بيقول والله أنا عندي سين وصد ودال وعين في البداية أنا عاوز إيه؟ أسمعهم بيوضع بيحط أسمعهم بعناوينهم بتفصلهم ويعلنوا ويحضروا وغيرهم وبعدين بيقول أنا عاوز أسمع فلان كشاهد وقع مثلاً أو فلان لأنه سمع حاجة أو لأي أسبب من الأسباب تمام؟ ما تبقاش مسألة تأجيل الإيه؟ إذا رأيت المحكمة بقى النسين أوصد من الشهود ده غير عادي من الجدوى تقول أنا مش عاوز أياه بس خب بالك يا محكمة وأنت بتقولي أنا مش عاوز أياه؟ محكمة النقضة حترقبك لأنك هلازم تسببي أنا مرضيك شاسمع دليل محكمة النقضة بتنقض أحكام لأنه القاضي رفع سماع بالضبط فدي راح تكون مسألة يعني هنا إذا طلب أي متهم عشان يطول أمد القضية أو الدفاعه 200 شاهد مثلاً يعني ده تعديلات تشريعية الهدف منها إن إحنا نحرك شوية بس أياه ما كان الأمر لابد من زيادة عدد الدوائر في المحاكم ده قصة ما فيهاش جدال